كان هناك ترية والوصف Là كم بداية الخبرية تشببنا، ومن ثلاثة وداية ومن ثلاثة خرابه أمريكا وهناك مسؤولة فرادية ومن ثلاثة روشيا معاوة قادمة ومن ثلاثة وداية فرادية أو بعض من ثلاثة كما يتقابلون مباشرة من المخابرين لا تكون مخابر في مباشرة على المدفع التي تتعلمون بالخدمة فهم يكون جيداً يكون جيداً و spoken about it فإلا المدفع التي التي تتعلمونه فكرة الأسساس و تتعلمون يعني دولتها ترك يعني حياتي تجمر اتفاقياتها تشيدك شبهو خاطرين كرداء وتنبك فكري صاروك أبو تنبك خودي كردهم دبي ببنيك ونبنيك خوديك قلق تعادل مهاتيه قلق 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 وخاطرين دبي فتراهاني دبي دستو خطيخ نهفدي وكشتحمي ببنيك طبعا دبي اعتمادها ماذا سر نفسها مابا سر ملتها مابا سر عسكرية مابا أم خوة مخبرية ببنية ودبي أم تمام بكن يعني أن الهجمات التركية الأخيرة على جبال كردستان وشمال شرق سوريا هي لنيل من فكر القائد عبدالله أوجلان الذي حقق وعطى للمنطقة ازدهار كامل الدولة التركية من هذه الهجمات لأنها تعرف أن الفكر القائد الذي أطرح فيها هذه المنطقة هو الأوجه في هذا الوقت أن الهجمات الأخيرة على جبال كردستان وشمال شرق سوريا هو النيل من الفكر الديمقراطي الذي استوعبه الشعب من القائد عبدالله أوجلان وتجديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان لكي لا تصل الأفكار لهذه المنطقة أن فكر القائد عبدالله أوجلان في المنطقة هو الحل الأمثل في المنطقة أجمع ولحل كافة الأزمات في الشرق الأوسط كافة نستنكر ونشجب هذه الأجمات الأردوغانية الفاسستية التي تستهدف أرضنا وشعبنا وعزتنا وكرامتنا وكل ذلك هذه الطائرات التي تقوم باستهداف القوريلا أو قوات سوريا الديمقراطية هذه تكون بأمر المتآمرين والمنافقين من الدول التي أرادت أن تستهدف حرية الشعوب وحرية الشعوب هي من حرية أسير الحرية والديمقراطية الذي يقبع الآن في سجون الطاغية أردوغان لذلك كل هذه الاستهدافات جاءت بمؤامرة كونية دولية عظمى تريد من ذلك كسب مصالحها لنهب ثرواتنا واستهداف أراضينا وتقديمها لأعدائنا الذين يريدون النيل من كرامتنا وعزتنا وشرفنا ونقول لهم أن أؤكد دائما وأبدا بأننا لن نبقى مكتوفي الأيدي لقد اعتقلتم القائد جسدا لا عقلا سيبقى فكره النير في عقولنا مقتبس في عقولنا ومرارة بيضاء فشعوا في ظلام الشعوب المضطهدة الذين يعانون من الويلات ويعانون من الحروب واستهداف أرضنا شعبا وأرضا استهدافنا أرضا وشعبا هذا يأتي فيما صب تلك العزلة التي يعاني منها قائدنا الكبير عبدالله أجلان أسير الحرية والديمقراطية والأرض لمن يقف عليها ويدافع عنها ولنا تخلى عن شبر واحد من أرض قد سقيناه بدماء شهدائنا الأبرار